يعاني شباب العراق من أزمات عديدة حيث تعصف البطالة بالملايين منهم مع غياب الدعم الحكومي لتنمية مهاراتهم وإمكانياتهم في حين تتضاعف المصاعب والعقبات التي تواجه الشاب العراقي لأسباب عديدة أبرزها العامل الاقتصادي وانحدار مستوى التعليم ويقول ناشطون ومراقبون للشأن السياسي إن الجهات الحكومية أهملت شريحة الشباب مشيرين إلى تقصير واضح في احتضان اليافعين وإبعادهم عن عالم الجريمة والانحراف حيث ساهمت الحكومة المتعاقبة بقتل أحلام الشباب وإدخالهم في دوامة نفسية واضطرابات دفعت بالكثير منهم إلى طعاط المخدرات أو اللجوء للتطرف وبحسب باحثين فإن وزارة الشباب المعنية بشريحة الشباب تعد من أفشل الوزارات في كل الحكومات التي تعاقبت على السلطة في بغداد حيث بقيت هامشية بمهامها وواجباتها وتعاقب عليها وزراء قليل الخبرة وغير متخصصين ولذلك لم يقدموا شيئا لهذه الشريحة وبالتالي ضيعت الوزارات مستقبل البلاد يقول الباحثون إن شباب العراق لا ينعمون بمقومات الحياة الكريمة وفرص النهوض والتقدم والتطور والسعي نحو مستقبل أفضل فهم لا يتمتعون بفرص دراسية وتربوية جيدة كما أنهم لا يعيشون في بيئة نظيفة وصالحة للحياة بينما يرى متخصصون بالصحة النفسية أن الأزمات التي مر بها الشاب العراقي خلقت بيئة متوترة أثرت في سلوكه ونزاعاته ما دفع الكثير للانخراط في عالم الجرائم والمخدرات لسيما مع الاضطرابات النفسية التي يعني منها الكثير من الشبان التراجع لا يقتصر على مستوى دون آخر وإنما على مختلف المستويات إذ انتشرت الأمية والتسيب المدرسي والبطالة والنعدام الفرص أمام الخريجين على وجه التحديد بالإضافة إلى الجريمة المنظمة وما مثبت بالأرقام والإحصائيات المنشورة في المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة والمنظمات والهيئات الدولية دليل واضح على فشل الدولة في احتضان هذه الشريحة من المجتمع وبالتالي تضيعها للمستقبل الذي لا يمكن تخيله ناميا وناهضا من دون الشباب